التقى الفريق أول صدق صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالسيد هارجت ساجان وزير الدفاع الكندي والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا تناول لقاء تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة والجهود الإقليمية والدولية للقضاء على الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط كذلك التفاهم حول زيادة أوجه التعاون في المجالات العسكرية وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكل البلدين وأكد القائد العام على عمق الروابط الراسخة التي تجمع البلدين الصديقين معربا عن اعتزازه بزيارة وزير الدفاع الكندي للقاهرة وتطلعه أن تشهد المرحلة القادمة مزيدا من التعاون المشترك في العديد من المجالات حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة والسفير الكندي بالقاهرة